اشتركوا في القناة سنة سنتين وثلاثين وأربعمائة وألف يقول الله عز وجل يؤيدوا الكفار والذين فرحوا بما عندهم في الدنيا وفرحوا بسعيهم في الدنيا مع أنهم لم يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهتدوا بيده يقول الله عز وجل أخي طباً يا هؤلاء ثمي من قيامة يكفروا بعضكم ببعضين وإلعانوا بعضكم بعضاً ومواكم النار وما لكم من ناصرين وهو أسهب جماعة العديد الإحسان ينصارفوا من هذه الدنيا تباعاً يتلو الأولين على آخرنا ذهب أسدي محمد العلاوي رحمه الله أو هذه حفلة سيد أحمد الملاخ هؤلاء الرجلان قد أبلي البلاء الحسنة في هذه الجماعة فكانوا ممن أسسوا العمل وصبروا وصابروا وكانوا مثالاً يقتدى به في استقامة والسلوك حسني والتهمني بمصير الأمة إن شاء الله عز وجل أن يرحمهما وأن يحق بيما هذه أجهة المقبلة التي ينبغي لها أن لا تنسى موعداً لنا يومياً نسمي دعاء ربطة فإن من انصرفوا من هذه الدهر انتظرون من يترحم بهم ممن خلفهم والله عز وجل أصانا بصيلة الرحم لاسيما الرحم الروحية هذه النسبة التي التي تعالى عن قيم الأرض وتسبع في أفق البعيد العالي أفق مناجات رحمة الله عز وجل وانتظار رحمته ذهب العلوي ذهب الملاخ وبقية أمنة جماعة في عدل الإحسان في أيديكم أنتم أشبال جماعة عدل الإحسان الذين ينتظروا منهم مع تأسكين الله عز وجل وفضله وكرمه أن تقوموا بواجبكم سعياً لأن من قبل بركة الله عز وجل ومعونته هناك السعي في الأرض والسعي في الأرض يختضي سلوك منهاج ومهاجنا مستطر معروف ومعونه صلى الله عز وجل أن يكون لكم في كل سطر من سطوره في كل فصل من فصوله مبراس ينير لكم الطريقة إلى أن تكون من يطلب معالي الأمور وعلى ما هنالك من الأمور هو التقرم من الله عز وجل رحم الله أحمد الملاخ ورزق بنياته وأهله الصبر وجعلنا وإياه وإياكم من يستفيدون من العبار التي تمر أمامنا وهو فلان كان بين ظهراننا أمس ها هو اليوم جسمه تحت الطراب والروح تحلق فريحة مما عند الله عز وجل ذلك نسأله الله عز وجل لنا ولهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وعلى سيدنا محمد النبي وازواجه ومهار المؤمن وذورتي وعلى بيدي كما أصلي تعالى سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا في العالم إنك حميد المجيد سبحانه ربك ربك عزيزي عما يصفون وسلامنا على المرسال ورحمة الله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر